صباح الخير لكل المشاهدين يلي عم بتابعونا عبر برنامج يوم جديد أكيد مشاهدين عم تابعين نتلقى كل يعني أسئلتكن عبر مواقع التواصل الاجتماع على كافة المواقع الخاصة ببرنامج يوم جديد واليوم بصرنا كتير نستضيف ميراي الهنود صباح الخير و أهلا وسهلا فيك ميراي بهذا اللقاء حضرتك بروجيكت مانجر لسيدا فيجن نحكي أكتر عن هيدا المؤسسة بالبداية قبل ما تخبرين عن مشاريعكم الجديدة وندعى كل الأشخاص اللي عم بتابعونا يكونوا عم بيدعموا هيدا الحملية اللي عم تقوموا فيها ميراي تفضلي أول شيء بدي أعرفكم عن السيدا فيجن هي فاونديشن تأسست بكندا ونحن أسسناها نحن أشخاص ما منقش على كلياتنا من هون بلبنان ونحن أكيد عم نشتغل تحتى نكبر هيدا الفاونديشن تحتى نقدر نساعد غيرنا من الأشخاص اللي ما بيقشعوا اللي هنه أكتر من خمسين مليون شخص حول العالم فالهدف من هيدا من السيدا فيجن فاونديشن هي أنه نعمل نحنا كذا بروجيه وكل بروجيه نحنا منشغل أكتر عدد من الأشخاص من اللي ما بيقشعوا يعني قد ما فيه اختصاصات قد ما نحن منجرب أنه نلاقي هيدا للأشخاص اللي ما بيقشعوا ومن وين ما كان حتى نحن ندخلهم بهذه الدورة الاقتصادية اللي نحن لازم أنه نخلل من خلاله الأشخاص أنه كل الأشخاص بالعالم يشوفوا قدرات الأشخاص اللي ما بتقشعوا وشو قداش أنه هي يدرع أنها تشتغل وشو لازم تشتغل أكيد نرى يمكن العمل بظروف طبيعية هو أصلا تحدي لألكم بقى كيف لكن يكون فيها الأدة بالفعل وباء عالمي مشاكل اقتصادية أزمات متتالية وكتير غيرها من الأمور اللي عم بعيش العالم اليوم من سنتين لليوم خلينا نقول قديش هشي شكل تحديات أكبر وخلق صعبات أكتر لألكم ومطبات أول شي أنا أعرفكم أكتر عن حالي أنا درسي فيزيو ثرابي بالانطونية بالجامعة الانطونية UPA 2011 وهلأ أنا زيادة على شغلي عم بشتغل المانجر للسي دافيجين فاونديشن الصعوبات الكتيري هلأ هي يعني عكل الناس بس أنه نحنا من أول البروجيه لأنا قدرنا أنه نشغل أكتر من أربعين عائلة وتسعين بالمئة منهم ما بيقشعوا بأول البروجيه هلأ نحنا حتى هنا عنا ويب سايت وعنا يوتيوب تشانيل وعنا كل شيء ومن خلالهم فيه لينك للدونيشن فيه اللي بحب يساعدنا فيه فتح هيدا اللينك ويتبرع لحتى نحنا نساعد غيرنا يعني هو دونيت أنت امباور مش بس دونيت نحنا دونيشن مش مهمة لقلنا قد أنه دونيت أنت امباور يعني هيدا نقطة كتير أساسية يعني نحنا منساعد الأشخاص بس منساعدهم مش بس لحتى أنه أوكي تعطي أعطيك مصاري لأ أنا بدي أعطيك مصاري ده أنت عتشتغل تصير أنت موجود بالمجتمع تصير للناس تعرف فيك مثل ما أنا في كتير ناس بيعرفوا فيني أنا بالدمان طبعي معروفة كفيزيو ثيرابي وعندي كلينيك وعم بيشتغل وفي كتير فيزيو بيبعطولي كيسز اللي عندي يعني أنا أشتغلها لأنه أنا المختصة أكتر شي فيه هو اللي هو أكتر فسرين لحيك منكون كمان بركة في حدا بيستفرد ميراي من خبراتك اللي نيورو ماسكولير ثيرابي هي بس تشتغل على نيرف السيستم حتى تعملي بالنس لتخفف الواجهة وتريح الإنسان من الأوجاع والسترس من المسل الكونتراكشن من كل شي موجود بالجسم يعني مش بتشتغل على الجهاز العضلية بس تشتغل على الجهاز العصبة لتعمل الكنترول للجسم أكيد بدي أذكر كافة المشاهدين cdivision.org الويبسايت عم يقطع على الشاشة وكمان كل العنوين cdivision فيكن تكونوا مشاهدين مش بس اليوم مش بس هلأ بفترة الأعياد ولكن دايما عم تدعموا cdivision لحتى يكونوا مثل ما قلت عم يدعموا وعم كمان يعملوا empowerment لهذا المجتمع بعتقد نحن عنا كتير هيك أحكام مسبقة بيحكموا على الشخص بس لأنه ما بيقشا ما بيجي ويشوفو شو بيعرف إذا بتحتر الفيديوز فيه للأشخاص اللي عم بيدقوا للأساتذي اللي عاسفين هني ناس معروفة يعني إن كان الأستاذ زياد باولي إن كان مايستروم ميليوس عوض إن كان جابي خليل الإستاذ جابي خليل عندك أشخاص معروفة بالسوق بالسوق الموسيقية كلهم أساتذي ومعروفين اجتمعنا كل ناط حتى نعمل هذا البروجيت وهلأ عم نحضر كمان شي كتير كبير لك لفالونتان إذا الله أراد خبرين عن مشاريعكم المستقبلية قبل ما نختم اللقاء معك ميريش هلأ أقرب شي عنا الإفنت لفالونتان كمان عنا ست أغاني بدنا نسجل نحن أصلا مسجلين هوني أربعة وفيكن تشوفون إذا بدكن على اليوتيوب أو على الويبسايت cvision.org والإفنت طبعا فالونتان بعد لكنون تاني إذا على الأرض لنصوروا وبينزل فيديو كليبس على السوشيال ميديا أنا فيسبوك إنستا لينكدين تويتر وين ما برامتوا لهنا أنا بدي واجهلك كل التحية وكل الحب وحملك كمان كل هول الإشياء لكل فريق cvision على كل الجهود اللي عم تعملوها على أمل يكون صوتكم مسموع وتوصلوا لأكبر عدد ممكن حتى عن جد يكون هيك وجودكم بالمجتمع وجود لهو لازم يكون انخيرات كلي وطبيعي كل واحد حسب قدراته حسب مواهب وحسب الهيبات اللي أعطيه هون يكون عم بيكون موجود بالمكان المناسب ميريلا هنود أهلا وسهلا فيك مرسي لعليك كلمة أخيرة بتقولي يا لكل يا لعنت بدي أقول لكل الأشخاص أنه يفوتوا على الويبسايت ويعملوا دونيت بس مش للدونيشن كدونيشن بس أنا بدي للدونيت أنت امباور لأنه بظن في كتير ناس شاطرة وبتقدر أنه توصل لمحل تبين وتعرف ولكل الناس تستفيد منها من خبراتها لو ما كانت بتقشع فما تحكموا على الأشخاص من الشكل بس شوفوا من إني قبل أكيد أهلا وسهلا فيك مرة تانية وأنا بدأت تلميك مرسي ونعاد عليكم يا رب مرسي لك معيّة سيدة فيجن وكل الأفراد بهيدا الجامعية مرسي فاصل لمشاهدينا ونكون باللقاء الأخير تابعونا اشتركوا في القناة